حصيلة عام 2017 من القتلى والجرحى بالتفجيرات والعنف لم تختلف عن سابقاتها جراء الانهيار الأمني رغم حديث الحكومة عن حصم المعركة ضد تنظيم الدولة وأكثر من 3149 قتيلاً كما تظهر هذه الأرقام إضافة إلى 4541 جريحاً كلهم من المدنيين حتى تشرين الثاني الماضي 2017 جراء هذه التفجيرات بحسب بعثة الأمم المتحدة بالعراق يونامي بينما تتهم الحكومة بالدرجة الأولى تنظيم الدولة بالمسؤولية عن الانهيار الأمني في البلاد 100 مليون دولار هذه المئة مليون صرفتها الحكومة منذ عامي أو منذ الفترة في عام 2007 وحتى 2010 كما تبين وتوضح هذه الأرقام بأجهزة كشف متفجرات كانت مزيفة بالإضافة إلى 50 ألف جندي فضائي والإحصائية للحكومة نفسها الغريب أنه رغم فضيحة أجهزة كشف المتفجرات المزيفة أكدت مصادر حكومية استمرار استخدامها قبيل انفجار الكرادة العام الماضي نذهب الآن إلى أبرز التفجيرات التي وقعت عام 2017 بحسب إحصائية يونامي كانت العاصمة بغداد الأعلى استهدافا بهذه التفجيرات أول هذه التفجيرات كانت في السادس عشر من شباط في عام 2017 حيث أعلن عن مقتل 45 شخصاً وإصابة 50 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة البيعة أما في 30 من أيار الماضي وكما تبين الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم ضرب تفجير منطقة الكرادة قرب مرطبات الفقمة وسط بغداد وهو ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 47 آخرين وهي ذات المنطقة التي وقع فيها تفجير الكرادة في تموز 2016 والذي راح ضحيته أكثر من 324 شخصاً وأصيب فيه 250 آخر نبقى في بغداد أيضاً ففي السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي وقع تفجير بمنطقة النهروان أسفر عن قتل 13 شخصاً وإصابة 23 آخرين إلى محافظة صلاح الدين الآن ففي الثالث من كانون الأول الجاري قتل 25 وأصيب 60 آخرون بتفجير استهدف سوقاً شعبياً بقضاء طوز خرماته بالانتقال إلى محافظة ذيقار قتل 83 شخصاً وأصيب 93 وذلك بتفجير سيارة مفخخة بمركز المحافظة تحديداً يوم الرابع عشر من أيلول الماضي أقوى تصريحات العام الحالي والتي أحرجت حكومة لعبادي هي تأكيد قاسم الأعرجي وزير الداخلية والقائد السابق في ميليشيا بدر لصحيفة أنت بندنت البريطانية أن حكومته كانت على علم مسبق بالتفجيرات وهي من سمحت بها حتى أنها كانت تقوم بنفسها بمثل هذه التفجيرات بتوازي مع ذلك جددت دول مثل ألمانيا وفرنسا مطالبها لحكومة لعبادي من أجل حل ميليشيا الحشد وإبعاد تحكم هذه الميليشيات عن العراق في الوقت ذاته اتهم برلمانيون ميليشيا الحشد إلى جانب تنظيم الدولة بالقيام بتفجيرات لإبقاء العنف والضغط باتجاه إحكام قبضتها على البلاد ترجمة نانسي قنقر